بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم فيديو بديد من فيديوهات المراجعة الاسبوعية لمتابعة تحرقات سوء الاسوب السعودي. زي ما تعودنا طبعا بنعتمد في تحليلاتنا وقرائتنا لسلوك تحرقات الاسعار من خلال او مفاهيم ايست. فخلينا نبدأ على بركة اللابن ومتابعة المؤاشر للعام للسوء السعودي ونشوف سلوك الاسعار خلال تعاملات الفترة الماضية واللي اكدنا وحظرنا اكتب من مرة من عدم تقول فعالية عمليات شرائية لحين نزول تأكيد قوين. وكان شرطها الاساسي الاقلاق على مستوية العشرة تلافة بن مئة وخمسين وقتها هيكون تأكيد على الايجابية وتأكيد على القوى الشرائية اللي هتكون زارت بالاغلاق على هذه المستوية وقتها نبدأ نتداول صغدا. لكن اكدنا ان الاسعار ما زال بتتداول في تركيبة هابطة. انتظرنا من الموجة تصحية على المدى القريب. بعادة الاختبار للمستوية النسبة الزعبية لي مستوية الفراب ناتشل الموية الصعيدة الاخيرة ما بين الاتنينCr كية وعند العشر تلافة وتناول سيتم امام تحديدنا من التداولات مرة تانية. وبالفعل شوفنا ردة الفعل قامل هذه المستويات واللي اكدنا عليها مع بعض. تحديدا المستويات او فجوة القيمة العادلة. ابتدنا نشوف التروعات مرة تانية. علشان هذه المستويات بيكون متمركز عندها الميكر الحقيقي. وبتدل ابتدنا نشوف التروعات. بعد الاجابية المعقاطة ايضا. اللي ظهرت ابتدنا نشوف اغلاق. اخر ايام تداول اسبوع اغلاق سلبي. ده طبعا بيأكد معنا. مزيد من التراقعات الاستأداف المستهدف الاخير بالنسبة لنا. او مستويات عند تسعة تلاف تسعمية وخمسين. وده طبعا المستهدف الرئيسي للميكر لان اي عمليات شباق تمت هتكون طبعا الخروج منها متمركز تحت مستويات تسعة تلاف تسعمية وخمسين. فبالتالي عادة في الميكر حاليا هو الوصول لهذه المستويات قبل طبعا الاستثمال او معاوض السعود مرة تانية. لذلك بنحصد مرة تانية من عدم النقداع في اي عمليات صعود حاليا ان لا بعد ظهور تأكيد قوي. التأكيد القوي حتى الآن ما ظهرش معنا. انضح سلوك الاسعار بتبتدل تحرقات تصحية مستويات الباق البايع ومنها طبعا بنكمل مباشرة مواكزة مع كل نموقة تصحية بتاع الصعاد. لذلك الاسعار للاسف لسه برشحة مزيد من التراقعات. لذلك. مش عايزين اي استعدال في الدفولد في عمليات شرائية. الا لحين تضاح الرؤية. خلينا ايضا نتكلم على سامة ارامكم على اطار الزمن اليومي وقدنا حددنا مع بعض اهم المستويات السعرية. مبدأين شوفنا من الاسعار. عادة اه اه افتكاز مرة تانية اسفل المستويات اللي وثلاثين. فصل تسعة وتمانين. وطبعا تلين نشوف التراقعات وحددنا مع بعض اهم المستويات الشرائية مبدأيا ان كان عندنا تلاتة وتلزين ريال في فصل تسعة وتاشا على لك. حاليا الاسعار التلين نشوف ايجابية ما بين مستويات الشراء الاولى و مستويات الشراء التانية. لكن شاو تغير رئيس الاغلاق داخل المطاق السعر مرة تانية. ده الشرط الاول. الشرط التاني. وفضل انتظار اغلاق یقابي اعلى من مستويات تلاتة وتلاتين فاصلة خمسين هيكون تأكيد على افكار شوية لنتعكز عندها زي المستويات وقتها ممكن نبدأ نشوف صعود الاسعار مرة تانية ممكن نستهدف منها الاربعة وتلاتين ويال ثم مستويات القمة الاخيرة مرة تانية عند الاربعة وتلاتين فاصلة تسعين لذلك منتظر فقد الاغلاق الايجابي ان تقول في اي عمليات شرائية. امام حافظة الاسعار على المستويات الحالية طبعا هيؤدي الى مزيد من التراقعات هنشوف مرة تلاتين فاصلة ستين والمستهدف الرئيسي هيكون عند الواحد دلاتين فاصلة خمسة. خلينا نشوف المواد الاساسية على دور الزمن اليومي كنا نتكلمنا عليه وحصان ما من عدم ان تكون في اي عمليات شرائية بعد الانزاسات والاستقرار اسفل مستويات الستكتلاف. هكدنا ان العصائر منشحة تلاتين اللو بديد وبالفعل العصائر بعد الاستقرار اسفل هزي المستويات نشوف تراقعات استهدفنا اللو الجديد وبتدينا نشوف اه دفيشن حصل او انحراف للاسعار اسفل اللو الأخير وبالتالي ده طبعا كنا حزر حزرنا من عدم ان تكون في عمليات شرائية لايك خلينا نأكد عن نقطة مهمة جدا ان الاسعار حاليا بتداول داخل مستويات فيش فاليو جاب او فبوة القيمة العادلة. عن انتظر فقط الاغناق الايجابي مرة تانية على مستويات الخمسة الاف طن والخمسية. وقتها تكون اشارة ايجابية على التداولات في الاتجاه الصعب وقتها تكون فرصة لبنائة المنكوزات الشرائية. لكن بالشكل الحالي احنا ما ظننا نتداول في الاتجاه الهابط منتظر فقط تحقيق الشرط لآآ صعود الاسعار مرة تانية. كلمنا ايضا عن خدمات التجارية والمهنية وحددنا مع بعض عامل المستويات. مبدئيا اكدنا ان الاسعار لازم نشوف آآ كسر لمستويات الاربعة تلاف وسبتمية. لاخر المستويات باعية. لكن زي ما احنا شايفين اسعار عادة اكتمر هذه المستويات ومنها بتادينا نشوف تراقعات. بالشكل له طبعا كان متوقع استهداف مستويات الاربعة تلاف وثلتمية. وبالفعل بتادينا نشوف ان الاسعار وصلت لازم مستويات. حاليا هننتظر بلاية التدولات ايجابية تحديدا على مستويات الاربعة تلاف وربعمية. وقتها نبدأ نبني او وقتها نبدأ نشوف اشارات ايجابية لتدولات في الاتجاه الصعاد مرة تانية. وهيكون طبعا الحلوك اسفل في حالة اختراق ان دون مسجل عند مستويات الاربعة تلاف مية وسبعين. وبالتالي لازم نكون حذرين جدا وننتظر فقط الاغلاق اللي جديه باعلى الاربعة تلاف وربعمية. يعني ده هيكون التأكيد على الشراء. كان دمنا ايضا على السلع طويلة الاكل على لطول الزمن اليومي. ايضا استقرار اسعار اسفل مستويات الاربعة تلاف وسبعين مية حد دمنا وعب مستويات الفيربالي وجاب. امن ان الاسعار تشاكدها تكون من شحر الاستهداف الاربعة تلاف اربعمية وخمسين. ومنها انجوب مستهدافنا القادم عند الاربعة تلاف مية وخمسين ونلاحظ ان التدولات الهابطة. طبعا مستويات الشراء الاول عند الاربعة تلاف وربعمية وخمسين. طبعا اسعار كانت مستدفة زي المستويات الاستحواز على اولا. لكن مش ماش اي اغلاق اجابي وبمع عادة الاختبار لنفس المستوى. هذا تأكيد على قوة المستوى اللي نحدد. ابتدنا نشوف تربعات مرة تانية. وبالشكل طبعا الاسعار المرشحة لمزيد من الهبوط لاستهداف الاربعة تلاف مية وعشر. ايضا اتكلمنا على الاعلام والترفيه عن الاطار الزمن اليومي. وان الاختراق الاسعار للمستويات اتنين وعشرين اهالفة يكون تأكيد على التدولات العبطة واستداف قاع جديد. اللحظ ان الاسعار بعد استداف من قاع جديد. قاع جديد ابتدنا نشوف تدولات سعادة. اغلاقنا ايجابيا داخل المتاق السعر مرة تانية. وده تفع الاسعار للتدولات. صعودا اعادنا فيها اختبار المستويات الواحد وعشرين الف. عمسمية وتمانين. بالنسبة للسلوك الحالي حاليا. هننتظر اضلاق ايجابي اعلى زين المستويات تحديدا الواحد وعشرين الفيز والطمية. هيكون وقتها تأكيد او بشارة تابعة جديدة. على بداية بناءة المرقزات الشرائية في الاتجاه السعاد مرة تانية. لكن بحفاظ الاسعار على زين المستويات هيودي الى مزيد من التروعات. كلمنا ايضا على تجزية السلع الكمالية. حددنا مع بعض اهم المستويات الشرائية وكانت مستويات الفيرفة الوجابة وفارد وقت القيمة العادلة وانت تدفلها مع المستويات عن زماني الشاري. بالفعل ان لاحظ ردة الفيرفة الليكابية وبتلاينا نشوف تلات ايام صاعدة. اغلقنا مرة تانية اعلى عن المستويات السبعة تلاف كمسيما وفمسين لو طبعا كان واضح الليكابية. اللي اعتقدنا عليها بالشكل ده طبعا هتكون فرصة لبنيات مركزات شبريا من هزين المستويات. والفروق طبعا في حالة الاختراق او الكسل المستويات السبعة تلاف وربعمية. ويحفظ الاسعار زي ما قلنا على المستويات الحالية. هيدفع الاسعار لي عدد افتبال مردان مستويات انبياء الاخيرة. عند آآ مستويات سبعة تلاف وتنمية. وبالاغلاق علينا هنبدأ نشوف المستويات الاسعار عند التمان تلاف مية واربعين ناكن زي ما تعودنا بنحاول التعامل مع الموضة السريعة على مراحل. مبدايا هننتظر الوصول دي. آآ مستويات سبعة تلاف تمنمية في حالة حفاظه الاسعار على السبات. اعلى الدعم الايجابي عند سبعة تلاف خمسمية وخمسة. ايضا سامر ايد الرعاية الصحية ايضا عن اطار الزمن اليومي. طبعا كنا حفظنا ايضا من الدكولفعية عمليات جرائية مزاعة الاسعار اللي دول ايضا تتركيبها وبطة. حاليا الاغلاق اسفل من استويات التسعة تلات بيعدين اغازي من التوقعات من استعداد التسعة الاف وفمسمية. الادوية ايضا على اطار الزمن اليومي. الاسعار ايضا كانت بالدول في تركيبها هبطة. كان عندنا مستويات جوليومين بالانس. انتنا نشوف منها ايجابية صدر الاسعار لكن عادنا اختبار من استويات ببيع مرة اخرى ومنها اختبئنا نشوف النبوط. حاليا الاسعار عادة اختبار استويات جوليومين بالانس بعد اختراقها. وللتالك الاسعار مرشحة في الاسف دي مزيد من التركعات. بالنسبة للسعود ده. الاسعود غير حقيقي وبالتالي متوقع مزيد من الروبوت مقرد سعود التسعة والاسعار مرشحة الاستداف الاستعداد التلات تلات سبع مائل. ايضا للرقح على اطور الزمن اليومي كنا حزرنا من ان تكون في عمليات شرائية وكاننا مستعدة في استداف الاستعداد التسعة والستيل. طبعا لمقرد لغلاق اسفلها بتاقينا نشوف التراقعات وكننا اتكلمناك على المشترك على المدى البعيد فالاسعار مرشحة لمزيد من التراقعات للاسف نستعداد ان الاربعة وخمسين ريال فاصلة تسعة وتلاتين هلالة. طيب. بالنسبة لكيانة السعودية على الاتار الزمن اليومي. الناحص ايضا ان الاسعار كانت بزداول ايضا في موجة غابطة استدفنا منها اللول اخير عند العشرة فاصلة تمانية بالنسبة للسلوك الحالي. اعتقد ان ادي اشارات ايجابية. اعتبعها من مستوياتنا الحالي في حيات الاغلاق الايجابي على مستويات العشرة فاصلة الخمسة وتسعينة يقوم تأكيد على بداية دولات سعيدة هنشوف منها الحزرة فاصلة تمانية واربعين. سمع الاتناشر فاصلة معاشر. تبوك الزراعية ايضا على الاطار الزمن الجاري. حزرنا من عدم الغرفية عالية عمليات شرائية. بالنسبة لي اهم من مستويات الشراء حاليا الترنتاشر فاصلة عشرين. ثم مستويات الحدناشر الاربعة وتانيو دي مستويات يمكن ابدأ ابني فيها مراكز شرائية على مرحلتي. ايضا الرعاية المستقبلية على طور الزمن اليومي. وانا اكدنا على مزيد من التدولات السعيدة في حالة الاغلاق الايجابي على مستويات المطبع عشرين ايضا الاستهداف الواحد ثلاثين ونص ايضا لكن زي ما احنا شايتين فبتالي نشوف امتصاص دي الطلب الموجود. وبتالي نشوف تركوات مرة تانية في الاسعار والاسعار حاليا سجلت مستويات تسعة عشرين فاصلة سبعين بالشكل الحالي مضاقعي. مزيد من التدولات الغابطة. الاستهداف طبعا مستويات العشرة فاصل فرطة. منهم بكتالي لازم نكون حازلين جدا من عدم ندخول في اي عمليات شبائية وفي حالة طبعا تسجيل اي عمليات شبائية حاليا نفضل الفروج من المستويات الحالية. الكثيرة ايضا على الاتور الزمن اليومي طبعا كنا هكدنا. طبعا على استهداف مستويات الاتنين فاصلة تنمية وتلاتين كتارجت اول. وهي التارجت التاني من الموضة الهابطة مستويات الاتنين فاصلة سبعتاشرة وبالتالي مفيش اي تفكير في اي عمليات شبائية اننا لحين وصول الاصرار كامل مستدفا. مجموعة الحكير على طوال الزمن اليومي ايضا كانت من الفرص اللي زهرت معنا وكانت الدولات على المدى القصير اكدنا على بناء تنقذات شوائية من الواحد فاصلة خمسة وتسعين الاستهداف الاتنين ديان فاصلة خمستاشر. اهلا لا? وبالفعل اصار تريبا صعدت سبعة في المية. ودي كانت من الفرص المميزة. وكدنا على دورية التارج عند الاتنين فاصلة خمستاشر. على اشيان الاتجاه العام هو الاتجاه الهبطة بالتالي لازم نكون حسنين جدا خلال تعاملات الفترة القادمة في حد الدخول في اي عمليات شرائية لازم نكون حددين التارجيط بدقة علشان الاسعار ما ترجعش مرة دانية تربط عليه. فحاليا الاسعار منشعة الستهداف مستعيات الواحد فاصلة تمانين ثم مستعيات الواحد فاصلة واحد وسبع. كيان السعودية ايضا على طور الزمن اليومي. طبعا للأسف كان الاتجاه واضح جدا هو الاتجاه الهبط وحظنا طبعا من عدم ان تكون في اي عمليات شرائية وبالفعل اصعار الوصر دي واستهداف عمليات البياء اللي اعتقدنا عليه واستهداف الحداشر فاصلة اتنين وعشرين. وحاليا طبعا عن انتظر بتاكيدات قوية من مستعياتنا الحالية التحديدة هتشوف اللي هم نسجل عند عشر فاصلة تمانين. عن انتظر اجابية من هذه المستعيات دي بداية بقول في عمليات شنوية. سابق على الاطار الزمن اليومي. ايضا الاسعار. وصارت لي المستعرفة اللي حددناها عند تسعة وسبعين فاصلة عشرين حاليا زي ما قلنا برضو على اكتر ننسى. ان الاسعار حاليا بتدادها والداخل فجوة ترقيمة يعني عدد الفيش باد وجاك. بين السبعة وسبعين وفاصلة تلاتين حتى مستعيات تمانين وسبعين فاصلة. سبعين هم انتظر فقط الاخلاق الايكابي على آآ مستعيات التمانية وسبعين ورصة هيكون تأكيد على القوى الشرائية اللي بتداد موضة صاعدة. ممكن وقتها نشوف استهداف مستعيات التلاتة والتنونية فاصلة والسبتة وستين. لكن زي ما اكدنا همتظر فقط شرط عمليات الشراء والاغلاق على مستعيات التمانية وسبعين فاصلة خمسة. المصافية على الاطار الزمن اليومي ايضا. حظرنا من عدم نصار رفضكم في اي عمليات شبائية ان الاطباح روية اكتر. والفعل زي ما احنا شايفين مستعيات التمانية وسبعين فاصلة ثمانين للاغلاق اسفلها. هيودي الى مزيد من التراقعات. وده بالفعل اللي حصل معنا المستهدف القادم التلاتة وسبعين غيال وسبب تالي انتوا قاعدين زيب من التراجعات. اسمانتي انبو عن اطار الزمن اليومي. ايضا طبعا نشوف زور بعض الاشارات الايجابية. تحديدا اسفل اللولة خيرة عند الواحد تلاتين ديال فاصلة تلاتين عدلة. هننتظر حاليا. او حاليا القصار التلات تدي معانا الاشارة الايجابية. في حاليا اصالة من الشهرية دولات الصعادة بشرط التفاظ على مستهدف تلاتين فاصلة خمسة ومفردتاني. ممكن ندخل في عملات شرائية من مستهدف نرحلة وطف صار عند التلاتين فاصلة خمسين. والمستهدفات على التوالد تلاتات تلاتين. ونص صنع مستهدف خمسة وتلاتين فاصلة خمسة وعشر. ايضا هناي على اطار الزمن اليومي بتالينا نشوف بعض الاشارات الايجابية لكن ما تأكدتش معانا. فبالتالي اه ممكن ننتظر فقط اغلاق يوم ايجابي اعلى مستهدف عشر فاصلة خمسة وستين وقتها هنبدأ نشوف عمليات نبني عمليات شرائية. وهيكون واقف بتاعنا تحت الدم عند مستهدف عشر فاصلة تلاتين. وهنستهدف منها مستهدف الحضر الشرية ثم مستهدف الحدراشر فاصلة فمسة وعليون على فبالتالي هنتظر فقط التأكيد ان تكون في عمليات شرائية. وفي كده طبعا نكون انت هنا من مراكاتنا الاسبوعية المتابعة تحركات سوى العصوم السعودي. كالعادة لو في عم بحضركوا عيسة صورات او في طلبات تحليل لسامة وعاية. ممكن تسيبها في التومنتات تحت الفيديو. وهنتابع ان شاء الله مع بعض على نظار الاسبوع. وان شاء الله هتحاول نقدم لايف. هنتكلم فيه بالتفصيل على طلبات التحليل. في النهاية تماما ان شاء الله سبحانه فقط الجميع. كان معكم محطة تقيم وشفقًا للتوء الولد وهي في هذا الوقت وكان لديه مع ضجاء الله سبحانه فقط.